أنا طبعاً جزء عشان هو عارف أنا ما بيقول لي فيه بقوله دا جالتي لي فان كذا أحد باي تنطط في البيت وفرحان قوي ها لسه ما شع statue انت فيزة ولا لا ايه هو لسه ما كانش عارف غمة ما كانش عارف بس عادي قل لي كده يبقى انت فيزتي هو تقريباً عارف العارف الخطوات أنا معرفش ما عارفش الخطوات إيه فقال لي كده يبقى انت فيزتي الحمد لله بس فزتي على إيه بقى هو يعني ما كانش عارف روحنا أنا وهو ولبنا وبعدين فقنا بدكتور نيفين وهي بتقول الأسامي قالت اسمي على القلعة الجمهورية دي كانت حاجة مش عايزة أقولك بقى لبناء كانت أحد جنبها ماتت نطط فرحانة أي مدركة القصة والوضع أنا عايزة أقولك لبناء كانت أحد عمالت تقولي إيه أنا عايزة أدخل معيك عشان أتكلم في تلفزيون وأشكر دكتور نيفين وأشكر الرئيس السيسي علشان هو هيكرمك أمي مسالية فدي خلياني لبناء عارفة الإدراكها في دوان هي عارفة وعارفة أنك ست عشان فبتقولي إيه خلي بالك أنت أمي مسالية عشاني أنا أطلق طبعا فخر وأنا بقول كده بقول أنا وصلت لده أنت على طول تقول ما إحنا ماشيين أقول لها يا لبناء لو لا أنت ما كنت أنا لو لا أنت ما كنت أنا وانت طلعت تكرمي خدتها في أديك أو لا آه هي كانت معي في كل الأحداث صلعت معك ساعة التكريم يعني آه وإحنا لسه متكرم نفسهم مجرد أعلان الأساني يعني مبارح كان المؤتمر السافد عشان يعرفوا مين اللي فاز وكده لا وإنتي طلعت تسلمي على الدكتور كانت معاك أو طلعت معي وطلعت معي برضو سلمت عليها وعادت تصور معها سيلفي آه لأنها موصولة وفرحانة أنا عايز أقولك أن برضو شخصيات دكتور نفين دي من الشخصيات بجد إن شاء الله بإذن الله تعمل تفرف ووزارة التقدم الاجتماعي أم بيس